ام تسألك وتقولك طب انا ممكن انزل برنامج تجسس على الموبايل بتاع ابني مثلا واشوف بيعمل ايه من وراء ولا لا لان فيه امهات قلبها ما بيجيبهاش بتبقى خايفة تعمل ده وفيه امهات بتعمل ده بس بتبقى طول الوقت في حالة صراع مع النفسه وشاء قالب وعارفة ان فيه حاجات غلط وعايزة تزعق ومش قادرة يعني هل انت مع ان انا ارائب تليفونات ولادي ولا لا هو من وقت للتاني لازم يبقى فيه بس مش على طول مش على طول من وقت للتاني انا لازم ارائب وعن بعضه من غير ما ابني يحس من وقت للتاني اشوف هو السرش بيعمله علي تقنية جوجل جوجل عملت تقنية مهمة جدا من الناس كلها لازم تبقى عارفها تقنية فاميلي سيفنج الحفاظ على الاسرة ودي لازم يتعامل بيها تشفير لموبايل بتاعة المراقين وما فيهاش كلام طيب دايما الام بتشتكي وبترمي العبء ده على الاب اللي هو طب ما هو جوزي مش شايل معايا ما هو برضو هو اللي لازم يشخط ويشد على الولاد ما هنا طول النهار بنظف وبطبخ ما انا مش معقول برضو انا اللي هفضل اشوفهم بيعملوا ايه هل دي مسئولية الام ولا الاب الاتنين بس خلينا نقول بشكل اكبر هي مسئولية الام بحكم تواجدها اغلب اليوم يعني طبعا فيه مع احترامي لجميع السيدات العاملات وربط المنزل كمان الام هي اللي متواجدة اكتر وهي اللي اكتر احساسا نتيجة لان مركز زكاء العاطفي عندها اعلى من الاب من الرجل يعني فهي اللي بتحس اكتر بالابناء وبحكم كمان تواجدها معاهم اكتر الاب لا يغيب دوره الاب لازم يشارك الاب لازم يشارك كمان امتى اكتر يعني تبقى ضرورة ان هو يشارك لما الام تبقى خلاص خلاص بقى فرط الحبل من ايدها خلاص هي ابنها بقى عنده مناعة من ان هو يستجيب لتعلماتها فحاجة هي شايفة ان هي بتضره فعليا انا لازم اتنبه كويس جدا لابني لو انا شايفة منعزل ابني او بنتي طبعا شايفة منعزل وقاعد بتوقيت كتير جدا على الالعاب دي او قافل قطه عليه بيجي لنا ضيوف مش بيطلع يسلم بنزور حد مش بيتعامل ابني كده داخل في توحد مختصر بسبب الالعاب دي نهيكي بقى عن ان الالعاب دي ممكن تبتدي تسيطر على تفكيره اكتر بالحالات اللي احنا ذكرناها من حالات الوفا والضرر والشلل زي ما شفنا بعض الالعاب اشتركوا في القناة